دعا متظاهرون بحرانيون إلى رعاية العدالة الاجتماعية ورفض مبدأ التمييز في الخدمات والوظائف والبعثات كما طالبت خطبة صلاة الجمعة بالدراز لتشكيل لجان معينة بمراكبة تطبيق معيار المواطنة ومحاسبة كل من يحيد عن هذه المبادئ خرجت تظاهرة حاشدة بالدراز غرب العاصمة البحرينية المنامة بعد صلاة الجمعة للمطالبة بالإصلاح واعتماد معيار المواطنة ونبذ الطائفية والقبلية وأشددت العتافات وعلى رفض التمييز في الخدمات والبعثات الدراسية ورفع المتظاهرون أعلام البحرين وصور أمين عام جمعية الوفاق الوطنية الشيخ علي سلمان وصور الشهداء في السياق أكد الشيخ محمد صنقور خلال خطبة صلاة الجمعة من جامع الإمام الصادق عليه السلام بالدرازة أن رعاية العدالة الاجتماعية وعدم التمييز في مختلف الشؤون يجنب المجتمع مخاطر التمزيق مستشدا في ذلك بما يتعرض له الموظفون في الدوائر الحكومية والمتفوقون دراسيا وذوء الكفاءة إن الوسيلة الضامنة واقعا لحماية النسيج الوطني من التمزق هي رعاية العدالة الاجتماعية ونبذ التمييز بين مكونات الوطني ففي مثل البعثات والمنح الدراسية يتعين على القائمين على ذلك الكشف عن قوائم المبتعثين وذوي المنح ودرجاتهم وهكذا هو الشأن في الكوادر الطبية وكوادر المعلمين وغيرهم فإن مثل ذلك هو ما يعزز الثقة وأوضح الشيخ ستنقور أن مشكلة التمييز في البحرين بحاجة إلى قرار سياسي صارم يتبعه تأهيل الموظفين للتصدي لأداء الخدمات المتصلة بشؤون الناس وتشكيل لجان المكلف بهذا الشأن ومرعاة مبدأ الشفافية ومحاسبة كل ما يثبت تجاوزه لمعايير الكفاءة قرار سياسي صارم من ذوي الشأن الشفافية المدعومة بالدلائل والشواهد على المصداقية محاسبة كل من يثبت تجاوزه للمقررات المبتنية على المعايير الوقنية ودع الشيخ سنقور إلى اقتران هذه المقررات بمبدأ الرقابة من خلال الصحافة والجمعيات الأهلية بما يساهم في تقليل حجم التجاوزات والحيلولة دون تراكمها